السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات اقتصادية وراقية لأم يارا وصفتنا لنا اليوم مملحة راقية جدا هذه المملحة تصلح بزاف للمناسبات للأفراح نقدموها مع العصائر ومع المشروبات الغازية كما أنها تصلح باش تكون مرافقة للرحالات والنزهات الصيفية نمر مباشرة لمقادير الوصفة وطريقة تحضيرها أول حاجة نخدم الحشو جبت هنا مقلة نحط فيها حوالي زجم غرف كبار ديال الزيت نحط هنا حباب بصل اللي كنت رحيتها في الروبو وهد البصلة تكون كبيرة للحجم نقليها جيدا حتى تدبال معانا تماما بعد ما البصل ديالي دبال جبت هنا كمية صغيرة من اللحم المفروم كما تقدروا تعوضوها بالدجاج المفروم كما تقدروا تديرو الطوم ولكن الطوم ما تقلوش البصل تستعملوه مباشرة نقليه جيدا نزيد هنا فص الطوم اللي كنت سكرفشته شوية ديال الملح فلفل أسود نخلط المكونات جيدا ونخليها تتقلع على نار قليلة حتى يطيب اللحم وهنا ما تزيدوش الماء هذا اللفقس تشبه اللفقس اللفقس اللي نديروها للبورك نبقى هكا نحرك وفالا نتوقف هنا جبت هنا قطعة ديال الفخومج ديرت قطعة كبيرة ولي حبت تدير الجبن ديال المثلاثات تحط حوالي أربعة حتى الخمس قطعة ندوبو بهذاك الفخومج نبقى هكا نضغط عليه حتى يدوب تماما وبعد ما داب الفخومج جبت هنا كمية حوالي أربعة حتى الخمس ملاعق ملاك خامف خاش وهذه ماشي ضروري اللي ما عندهاش لك خامف خاش تعوضها بالجبن يعني تحط كمية ملاحة لفخومج هذاك الفخومج ومن بعدها كي طيب راح يجي الحشو مع السل وميجيش ناشف وحنا الحشوة اللي نحوس عليها انها تكون مع السل لا تجيش ناشفة نخلي عطيب هنا حوالي دقيقة واحدة وبهذا الطريقة تكون واجدة نحطها في صحن وخليها تبرد تماما نمر المقادير العجينة للعجينة نحتاج كاس ونصف فارينا 60 غرام زبدة ملعقة صغيرة سكر ملعقة صغيرة خميرة كيميائية نصف ملعقة صغيرة ملح وماء بارد بالنسبة لطريقة التحضير نحط في إينا كاس ونصف فارينا أي الطحين الأبيض حجم الكاس 220 مليلتر نزيد عليه الملح السكر والزبدة اللي هي 60 غرام ولي ما عندهاش الميزان تشد العلبة ديال 250 غرام تقسمها على 4 وتدي جزء نبدأ نبسس في الفارينا هكا بوسطة الأسابع فقط وهنا من الأحسن الزبدة تكون طارية باش تجيكم العملية سهلة بعد ما بسستها كامل نزيد هنا ملعقة صغيرة خميرة كيميائية نمزج المكونات جيدا نجيب هنايا الماء والماء يكون ماء عادي يعني ماشي دافي نبدأ نحط بكميات قليلة ونطم في العجينة العجينة اللي نسحقوها في هاد الوصفة متكونش يبصى و متكونش طرية بزاف نبقى هكا نحط غير بشوية ونطم ونشوف نتوقف هنايا هاد الكمية كانت كافية باش نطمتلي العجينة وديت هنا حوالي ربع كاس ولكن كل وحدة ونوعية الفارينا اللي تستعملها معندها كل وحدة وشحل حاجيها الكمية دياللماء شوفوا العجينة اللي تحصلت عليها تكون طارية مي ماشي طرية بزاف كيما عجينة المعارك وعجينة المطلوع تكون شوية شدارو حاليها نحط العجينة على طاولة العمل ونجيب هنا حلال ونحاول نحلها ونعطيها شكل مستطيل ولا مربع وهنايا كي تكونوا تحلوا في العجينة حاولوا كل ما تحلوها شوية عاودوا قلبوها وزيدوا حلوها باش تجيكم العمالية سهلة والعجينة تنطلق معاكم بلا ما تعدبكم وهنا بعد ما حلية العجينة بصمك 2 ميلي متر نبدأ نطوي فيها كما رهو موضح في الصورة ونحاول هنا ننسويها باش مجينيش معوجة هالي الجيهة اللولى نزيد نقلب الجيهة الثانية بعد ما طويتها بشكل طولي نزيد نعاود نطويها الآن بشكل عرضي ونشد هاد الجيهة ونطويها ونزيد الجيهة المقابلة لها بعد ما طويتها نبسطها هكا بواسطة اليد نزيد نجيب الحلان ونبسطها غيش شوية برك بهذه الطريقة نجيب هنا ورق شفاف ولكيس بلاستيكي نغلف العجينة ونخليها ترتاح لمدة 15 دقيقة نحاولوا تغلفوها مليح باش العجينة متنشفلكمش بعد مرور 15 دقيقة نرش طاولة العمل بكمية من الفارينة نحط هنا العجينة ونحلها بواسطة الحلال وللقيتها تلاسق معي هاد العجينة نقدر نزيد لها كمية من الفارينة ميحطة غير كمية غير صغيرة فقط غير باش الحلال يمشي بعد ما حليتها نقسم هاد العجينة الى قسمين لخطر شلوك ان نخدمها كامل راح تنشف معايا جوب خفاغ نخدم هاد القسم اللول والقسم الثاني نعاود نحطه في كيس بلاستيكي ولا ورق شفاف ونخليه كي نكمل العجينة اللي حنخدمها نعاود نخدمه هو ثانيك نرش كمية قليلة من الفارينة على العجينة ونبدأ نحل فيها هنا حلوها رقيقة بثاف لازم العجينة تكون رقيقة باش المو ملاحة ديالكم متجي خفيفة ومتجي معجنة حليتها على شكل مربع والمربع نقسمه الى اربع مربعات وهنا كل مربع ديرت فيه 16 سنتيمتر على 16 سنتيمتر المملحة ديالي حج شوية صغيرة لاختش حنرافقها انا مع العاصر ولكن اللي حبت ديرها كبيرة قدرت ديرها 20 سنتين على 20 سنتيمتر نطوي العجينة كيما راه موضح في الصورة على شكل رسالة نضغط عليها غيش شوية متزيروش عليها ونعاود نقلب العجينة نبسطها بواسطة الايدي بهذه الطريقة نجيب كمية من الحشو بعد ما كان برد ليه ونحط في الواسط وهنا الحشو اللي حبت تزيد له الزيتون تقدر تزيد له نبدع نغلق في الاطراف ديال المربع بهذه الطريقة نضغط العجينة ونزيار عليهم مليح هنا لازم تضغطوا على عجينة مليح سينوكي طيب وحيتحلو لكم كامل مع الأول نضغط غير بشوية كي العجينة تلسق ثم نضغط عليهم بالفور هناك فشلاني نزيار عليها وبهذه الطريقة نكون كملتها و راهي جاهزة نشفوش حال جدا نكملهم كامل بنفس الطريقة و نحطهم في سنيوة و نخليهم يرتاحوا لمدة عشر دقائق هنالش نخلوهم يرتاحوا باش كي طيبو ما ينحلوش معانا ولكن اذا طيبناهم مباشرة بلا ما يرتاحوا راح ينحلوه كامل بعد مرور عشر دقائق جبت هنا يا صافر بيضا نزيت له ملعقة كبيرة من الحليب نخلطهم جيدا و نبدأ ندهن في سطح المملاحة بعد ما دهنتهم جبت هنا كمية من الججلان و نرشهم و ندير كمية من سانوج و لا كل واحدة تدير وش تحب ندخلهم الفورن اللي يكون شعلته مسبقا على درجة حرارة 180 درجة نضيبهم من تحتها غير صفارولي نعود نشعلهم الفورن و نخليهم يكتسبوا لون ذهابي و نجبدهم وهنا بعد ما طابوا لي خليتهم راهم داخيين برق ما هم سخونين بزاف نجبت كمية من الجبن المبشور و حطيتهم في الواسط و هذا هو الشكل النهائي ديال مملحتنا لنا هاليوم مملحة راقية جدا مقاديرها جد بسيطة و طريقة العمل أبسط شوفوا شحد جاو شابين جاو يشهوا من ناحية المنظر و مام الذوق تحهم يعني جا روعة نقسم هنا أحبة معاكم شوفوا كفت قسمت معايا بكل سهولة جات العجينة نبسها و الحشو جا مع السل ما جاش ناشف وجات هيلة نزيد هنا نقسمها و راهي الصورات و عبر عن نفسها كانت هذه وصفتنا لنا هاليوم ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم و إذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جمع الفيديو و تبرتاجيوها مع الأصدقاء انتلاقوا ان شاء الله في وصفة أخرى عن قريب مع السلامة اشتركوا في القناة